السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو سنتحدث عن 5 أكلات ومشروبات تساعدك بحرق دهون على الجسم مهما كان نظامك الغذائي سواء كان نظام الكيتو دايت أو البيليو أو حتى نظام السعرات أو ما كنت تطبق أي نظام غذائي فأحرص أنك تضيف هذه الأكلات والمشروبات مع نظامك الغذائي بس قبل ما نذكر هذه الخمسة أشياء أتمنى أنك تضغط على زر اللايك لأنه في أشخاص يحتاجوا هذه المعلومات وتكون أنت سبب بنشر الخير خلينا ندخل على هذه الأكلات اللي تضيفها بنظامك الغذائي ورح يساعدك بإذن الله بخسارة الدهون داخل الجسم وبدون أن نطول الموضوع خلينا ندخل لهذه الأغذية أول نقطة وأهمها اللي هو تناولك لزيت جوز الهند زيت جوز الهند يعتبر من مصادر الدهون الطبيعية الصحية وهو نوع من أنواع الدهون المشبعة فرح يكون خيارك الصحي بدل زيوت الطبخ والزيوت النباتية المعالجة فهذا النوع من الدهون مفيد جدا للحفاظ على صحة الجسم بالذات رح يسترجع المؤشرات الصحية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وهذه المؤشرات مثل ارتفاع الدهون النافعة وانخفاض الدهون الثلاثية الضارة وغير أنه مفيد للصحة فرح يفيدك أيضا بتحقيق خسارة الوزن وحرق الدهون ففي دراسة رحضها بصندوق الوصف استنتجت بأنه تناول ملعقتين باليوم من زيت جوز الهند رح يساعد بشكل كبير على خسارة الوزن ورح يقلل من محيط الخصر 2.5 سنتيمتر وهذا النتيجة كانت من غير تغيير عاداتهم الغذائية ومن غير ممارسة أي تمارين رياضية فعشان كذا من الأفضل أنك توفر زيت جوز الهند ويكون متوفر عندك ويكون بديل الزيوت الغير صحية ومن خصائص هذا الزيت أنه يحتوي على نوع من أنواع الدهون المشبعة اللي يسمى الـ MCT هذا النوع من الدهون الجسم رح يستخدمها كطاقة بشكل مباشر أيضا رح يقلل الشعور بالجوع وراح يزيد من معدل الحرق ومن مميزات هذا النوع من الزيوت الطبيعية أنه يتحمل الحرارة العالية فراح يكون مناسب للطبخ وراح يكون بديل الزيوت النباتية المعالجة اللي رح تتأكسد عند تعرضها للحرارة وهذا شيء رح يكون غير صحي للجسم النقطة الثانية اللي ممكن إذا ضفتها بنظامك الغذائي رح يزيد من حرده هنا الجسم اللي هو تناولك للقهوة فالقهوة مفيدة جدا لتحسين القدرة العقلية وللأداء الرياضي ولتحسين المزاج وغير هذه الفوائد الصحية رح يزيد من معدل حرق الجسم حتى 13% ولأنها من المشروبات التي تحتوي على الكافين فراح يسرع من حرده هنا الجسم فحاول تضيفها مع نظامك الغذائي الصحي ويفضل تناولها قبل موعد التمارين الرياضية إذا كنت مارس أي نشاط رياضي فهذا الشيء رح يساعدك بشكل كبير على رفع معدل حرق الجسم وعشان تقلل العراضة الجانبية من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافين مثل الأرق أو قلة جودة النوم فمن الأفضل أنك تتناول القهوة بكميات معتدلة فمن الأفضل أنك تتناول كوب إلى كوبين بأول اليوم وتحرص أنه ما تتناول أي مشروبات تحتوي على الكافين قبل موعد النوم لعلى الأقل 6 ساعات الغذاء الثالث الذي يساعدك بحرق دهون الجسم مهم جدا اللي هو البيض فالبيض يعتبر من الأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات اللي يحتاجها الجسم فالبيض عبارة عن فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم بشكل أساسي مغلفة بطبقة بيضة مقدمة لك ودراسات كثيرة أثبتت بأنه الشخص اللي يحرص أنه يتناول البيض بشكل يومي رح يزيد الميتابوليك ريت أو معدل الأيض بنسبة تصل حتى 35% فإحرص أنك تتناول البيض بشكل يومي وخليها عادة بالنسبة لك لأنه رح تساعدك بشكل كبير على التخلص من الدهون النقطة الرابعة اللي هو مشروب خل التفاح ويفضل أنه يكون من النوع العضوي لأنه هذا المشروب رح يقلل الشهية ويقلل مستويات السكر داخل الجسم ويقلل مستويات هرمون الإنسولين اللي زي من تعرفين أنه هذا الهرمون مسؤول بتخزين السعرات على هيئة الدهون فهذه كلها رح يتساعدك بزيادة حرق دهون الجسم أيضا من خصائص مشروب خل التفاح العضوي أنه يحتوي على مادة الأستيك أسد أو حمض الخليك هذه المادة رح تساعدك بحرق الدهون أيضا بمنع تكون الدهون وتخزين الدهون داخل الجسم فيحرص على إضافة خل التفاح العضوي مع الصلطة أو مع الأكلات أو حتى مع الماء بتناول ملعقة مخففة كوب من الماء قبل أو بعد الوجبات نقطة الخامسة والأخيرة اللي تساعدك بمشوار خسارة الدهون غير فوائدة صحية طبعا اللي هو تناول ملك الدهون الطبيعية وهذا هو زيت الزيتون فزيت الزيتون غني عن التعريف غني بالمغذيات الأساسية للحفاظ على الصحة أيضا رح يساعدك بشكل كبير على رفع معدل الأيض أو الميتابوليك ريت فبالتالي زيادة حرق الدهون بكذا نكون تعرفنا على هذه الأغذية اللي تساعدك بحرق دهون الجسم حاول تضيفها بنظامك الغذائي مهما كان ولكن الأهم من الخمسة أشياء إنك تهتم أكثر بالنظام الغذائي أو بنمط حياتك الصحي فإذا التزمت بالخمسة النقاط اللي ذكرناها ومع ذلك نظامك الغذائي غير صحي وكنت تناول أكلات غير صحية غنية بالسكريات والنشويات المعالجة والدهون المهدرجة فممكن ما رح تشوف أي نتائج فمن الأفضل أنك تلتزم بنظام غذائي صحي ينصحك بتناول هذه الأغذية اللي ذكرناها مثل زجز الحند البيض وزيت الزيتون وينصحك بتناول إحتاجك اليوم من البروتينات لأنه عنصر أساسي وينصحك بتقليل كمية النشويات فبالتالي يسمح لك بحرق دهون أكثر وينصحك بتناول النشويات الصحية مخفضة النشويات مثل الخضروات والبذور والمكسرات فهذه الأنظمة مفيدة جدا لحرق دهون الجسم والحفاظ على الصحة والتأكد على أن الجسم يغطي جميع الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم فاختار أي نظام مناسب لك سواء نظام الكيتو أو نظام اللو كارب أو نظام السعرات طالما يكون مناسب لنمط حياتك ويأتيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر